سلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نحط المعجون الحراري على المعالج بالطريقة الصحيحة اول حاجة بتجيب المعجون الحراري المفضل عندك بعدين لما تيجي تحطه ممكن تحطه بشكل نقطة او على شكل اكس الاتنين كويسين انا بالنسبالي عامل نقطة يعني مش كبيرة قوي المشي هلوة دي بعدين بعد ما تحط المعجون اهم حاجة انك انت تبدأ انك توزع بشكل متساوي المعجون على المعالج ممكن باي حاجة مثلا ولو مش متاح اعمل بايديك بس بعد ما تفرده يعني على المعالج اخسل ايدك تمام كده تم توزيع المعجون على المعالج وطبعا انت الاهم حاجة لازم توزع المعجون على المعالج كله بشكل متساوي علشان بس لو يعني عملته بشكل متلغبط ممكن وانت بتحط المروحة يعمل فقاعة هوى فده ممكن درجة الحرارة ممكن يزودها وتقدر انك انت تركب مروحة المعالج بسهولة وموضوع تركيب مروحة المعالج ده اتكلمت عنه في كذا نوع مروحة هتلاقي بطاقة ظهرت فيها قائمة تشغيل عن الموضوع ده وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو كان فيديو بسيط كده عرفنا فيه مع بعض ازاي نحط المعجون الحراري على المعالج لو اي حد عند سؤال اكتبوا تحت فيه التعليقات وان شاء الله هرد على فارة بوقت سلام عليكم